البحث الأخير في هذه الجلسة المغاركة روايات الإمام الباقري عليه السلام في كتاب تهديب النفس من كتاب الوسائل وتماثلها المجتمعي في منطقة جنوب الصحراء الموذجل وهو بحث مشترك للشيخين الشيخ شمس الدين عبد الله إبراهيم والشيخ إبراهيم موسى يوسف الغائبان الحاضران إن شاء الله من نيجيريا وسوف يلقي البحث نيابة عنهما الشيخ شعبان آدم وهو طالب حوزه في النجف الأشرف فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أول قبل كل شيء فلا أول لأوليته والآخر بعد فناء كل شيء فلا آخر لآخريته ثم صلاة والسلام على خير خلقه وعشرف برياته وموضع سره وعيبة علمه نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم السعادة الحضور الكرام مع الحفظ للقاب والمقامات الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدني ويشرفني أن أكون أمامكم في هذه المشاركة العلمية وفي هذه المشاركة العلمية أتقدم بالشكر للأتبة الأباسية المقدسة وعيدا إلى مركز الدراسات الأفريقية الذي أتاح لنا هذه الفرصة الثمينة لكي نكون معكم في هذه المشاركة السلام عليكم حقيقة هذه اللغة هي لغة الحوسة وهي اللغة الأقوية إذا أنت موقوي لا تفهم هذه اللغة أعتذر على ذلك إن شاء الله اليوم بحثنا ستدور حول روايات إمام الباكري في كتاب التحذيب النفس من كتاب الوسائل وتماثلها المجتمعي لمنطقة الجنوب الصحراء أنموذجا يعتبر أو يمثل كتاب وصائل الشيئة من أهم الموسوئات الحديثية عند الشيئة إثني عشرية وفي تيات هذه الموسوئة هناك أبواب وكتب خسست للتحذيب النفس وأخرى متناثرة في تيات الكتاب فقامت مجلة دراسات العلمية في النجف الأشرف بمحاولة لتجميع هذه الروايات المتناثرة في كتاب واحد أسمته كتاب الأحاديث التحذيب النفس من كتاب الوسائل والذي جمعت رواياته لعدة أسباب منها رغبة بعد المراجع العظام الأحياء بهذا الفعل وبعد اتلاء على هذا الكتاب القيم لوحظ أنه يتدمن العديد من الروايات التي رويت عن الإمام الباكر عليه السلام وقد بلغت الزهاء 140 رواية موزعة على 101 بابا وقد وقع الإختيار على رواية التي من المتوقع حصول أثراً اجتماعياً لها قد تم اختيار المنطقة أو دولة نجيريا وهي تقع في غرب أفريقيا لمعرفة أثراً اجتماعية لمدمون تلك الروايات فإن ملاحظة الروايات للإمام الباكر عليه السلام تتحدث عن واحدة من وسائل التحذيب النفس مثلاً فإنه إيضاه المعنى الرواية إجمالاً ثم البحث عن بيان انتباكها في نجيريا ومن هنا يرد السؤال هل الواقع الاجتماعي هناك يعني في نجيريا ينساق مع مدمون الروايات أم يخالف مدمون الرواية والجواب على ذلك مؤتمدي مؤتمد الأول وهي على مشاهدات بعض المبلغين الأفارقة من تلك المناطق هذا أولاً ثانياً تم الاستعانة باستبيان تم طرحه وتحديده على نتاق وفك السمات المعين وبهذه الطريقة يمكننا ملاحظة المقدار العلاق بين الواقع ومدمون الرواية ومدى استبيان مقدار الانتباك أو أدمه فالبذل مثلاً وردت روايات في حف عليه والتحفيز إليه فإذا رجعنا للواقع هناك يعني في نجيريا نجد أن صفة البذل شاععة بجانب محدد فالمجتمع نجيري يكون البذل في بعد الدين للشعائر والتقوس من كبل الأفراد أكثر الرقب منه لبذل على أشحاص المحتاجين وقد جاءت بمطلبين مطلب الأول تعلق باستقساء الروايات وبيان معناها إجمالاً مع إيضاح مقدار الانتباك وتخالف المجتمعي النجيري أما الثاني فسيتدمن النتائج الاستبيان اتخذ من الشئة النجيريين المقيمين في الإراق عينة لهذا الاستبيان وأهم فقرات وفق الاستبيان والمشاهدات هناك السؤال كالتالي سؤال الأول هل يعرف عموم الشعب النجيريا إمام الباكر عليه السلام ولا أقصد هنا شيئة فقط لا بل أموم المسلمين هل يعرفون من هو إمام الباكر عليه السلام النسبة كالتالي على حسب الاستبيان والمشاهدات خمسة وعربعين بالمية قالوا نعم نعرفه نعرف من هو إمام الباكر عليه السلام وعربع وخمسين بالمية يقولون لا لا نعرفه سؤال الثاني عند عامة الناس ماذا تعني كلمة عطرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نجيريا عند عامة الناس النسبة كما يلي اثنين وعربعين بالمية قالوا كلمة العطرة النبي هم الأعمة المعصومين عليهم السلام وثلاثة عش بالمية قالوا هم عزواج النبي صلى الله عليه وآله وثلاثة وعامسين بالمية قالوا كل من له قرابة مع نبي محمد صلى الله عليه وآله والثمانية بالمية قالوا بنوا هاشم أموما السؤال الثالث هل يؤتبر الإنفاق حالة الفردية أم ظاهرة الإجتماعية شاعية هذا السؤال على حسب الاستبيان خمسة وعربعين بالمية يقولون هي شاعية وعربع وخمسين بالمية قالوا الإنفاق حالة الفردية السؤال التالي وهل الإنفاق للحسين عليه السلام لإمام حسين عليه السلام مقدم على إنفاق على إخوان أم لا ماذا تتوقعون تتوقعون عن الجواب أحل النجيري يقولون واحد وثمانين بالمية قالوا الإنفاق لإمام حسين عليه السلام وثمانتعاش بالمية قالوا لا الإخوان مقدم على من ما محسين من هنا نقول الله يحفظ لإراك وأهل الإراك من هنا العراقيون لا نقول لهم عندهم نسبة لا هم فوق المية لأن الإراك كل حال لحسين ترى ولد صغير يحاول يجمع الفلوس ليس لأجل الشيء فقط لكي يخدم إمام حسين لذلك بالنسبة لإمام حسين الإراك كل حال يقدم نفسه للحسين عليه السلام هنيعا لكم السؤال التالي هل تواصل بين جيران في نجيريا تحكمه الأعراف أم الدين أم الطاعفة أم الأفكار النسبة كالتالي 26% قالوا الأعراف يعني التواصل بين جيران تحكمه الأعراف والتكاليد و56% قال يحكمه الدين و5% قالوا تحكمه الطاعفة و10% يقول تواصل بين جيران تحكمه الأفكار السؤال السؤال التالي وحل تؤتبر حالة الغنى أو الفقر دليلا على رد الله وقدبه أم لا هذا سؤال جيد جدا خرج السؤال 29% يرون هذه الحالة أي حالة يرون على أن الغنى والفقر دليلا على رد الله وال70% لا يرون هذه الحالة لا يرون على أن الغنى والفقر دليلا على ماذا على رد الله والسؤال السابع وهل يتصف الفرد نجيري بالأدل مع الآخرين أو موفقة خادئة للمصالح هذا أيضا خوش سؤال سؤال جيد ينبغي أن يسأل في كل مكان ليس فقط في نجيريا حقيقة إذا لاحظنا قضية العدل في كل مكان الآن العالم كلها تحكم بدون عدل حقيقة العالم الآن ظهر فيها ظلم كثيرا العدل وين العدل خطية العدل خطية لذلك في نجيريا يقولون خمسين بالمئة يقولون تتصف بالعدل واثنين وثلاثين بالمئة يقولون ماذا للمصالح المصالح تعرفون الرشوة وما أشباه ذلك من الأمور وخمستعاش بالمئة يقول تتصفه ماذا خادئة للخوف مثلا إذا كان مقابل يخاف عن مقابله مثلا يخاف أن يقول الحق أين أصحاب الذين لا يعملون بالعدل الله سبحانه وتعالى يقول لنا وَلَا يَجِرْمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمًا شَنْعَانُ قَوْمٍ على أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدُلُوا هو أَكْرَبٍ للتقوى لذلك لا بد لكل واحد أن يحتم أو يلتزم بالعدل في حياته إن شاء الله لا أريد أن أعطيل عليكم على حسب الاستبيان وهذه البعث هناك أهم النتائج التي انتحت دراسة إليها وهذه النتائج توضح إدة أمور أولا الحاجة للتعريف المجتمعي نجيري بإمام الباكر عليه السلام ومخاطبة الفئة المتناثرة بلغة المتناثرة بهم فيمكن أن يتم التعريف بإمام عليه السلام لأحل سنة بما ورد في كتبهم بصدده اثنين ضرورة التركيز العمل لكشف عن الجوانب والظواهر ومظاهر المجتمع نجيري لاستفادة منه في العمل التبليقي والإنساني وهناك النقطة متفك عليها في المجتمع نجيري ومنها يمكن انتلاك للعمل التبليقي والإنسان ومثالها بر الوالدين ورد بالقضاء إلهي نعتزر عن العطالة سنكتفي بهذه المكتار وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الدكتور ساج الصباح من جامعة إمام الصادق فرديق أهلي وشهد سواء للشيف من نجيريا حفظه الله وحفظه جميع أهل نجيريا بلا شك أن البحوث التطبيقية بحوث مهمة ولكن وددنا أن نعرف العينات التي احتمدها ما هي العينات التي احتمدها لم يذكر لنا عدد هو عدد لم يذكر والأمر الآخر هو ما هي النتيجة التي تحصلت هل هو البحث كان لأحاديث الإمام الباقر أم لمظاهر أخلاقية من أحاديث الإمام الباقر أم لأمور عام بصراحة لم يتضح هذا الأمر الذي بصراحين كانت الهداء أحاديث وضع لتجل ترجمة قصة الهداء والم puisse موسيقى أبو من